لو حد غلط فيك غلطة كبيرة وجيه واعترف لك بغلطه وقال لك أنا آسف وندمان هتدي له فرصة تانية ولا لأ؟ طب انت شخصياً لو دخلت تجربة عاطفية وفشلت من حقك تاخد فرصة تانية ولا لأ؟ طب وهل من حقك تاخد الفرصة دي لو كان فرقبتك أطفال ملهمش دعوة بنجاحك أو فشلك في جوازك؟ طب هتتصرف ازاي؟ لو قررت تعيش قصة حب وعلاقة جديدة وفشلت تاني دي الأسئلة بقى اللي بتطرحها النهاردة حكاية عشق بطل القصة حقيقية معانا تعالوا نسمعها من الأول اسمي عشق وعندي 43 سنة وتعبانة قوي من حياتي ومش عارفة أعيش اتجوزت لما كان عندي 18 سنة كانت جوازة تقليدية جداً وحصلت بسبب ضغط الأهل مع أني لكت عايزة ولا متقبلة نهائي وعنيت من أول يوم من أول يوم جواز وشاء القدر أني أخلف منه بنت ووالد في ظروف أسرية وحياتية كانت في غاية التعاسى إهانة وضرب وبهدلة ده غير تهديد ولية إنه لو طلقني مش هيخليني أشوف ولادي تاني وتحملت اتحملت كتير عشان أعيش معاه خصوصاً إن أهلي كانوا رافضين إن أتطلق منه المشاكل زادت والجفى ما بينها زاد كنت بغضب منه بالسنة واكتر وأروح أقعد في بيت أهلي عشان أهرب منه ما كنتش بستحمل إنه يلمسني وفضلت عايشة وأنا في انتظار يوم موتي عشان أرتحمل حياة والناس والدنيا كلها تعبت ومردت نفسياً ومع الوقت أثر مرضي النفسي على جسمي وبدأت حياتي تتضهور وساعتها بس وافق أهلي على طلقي منه وافقه بعد 16 سنة زل وقهر ما كنتش بسدها نفسي إني خلاص اتحررت من العذاب ده حسيت لأول مرة إني بتنفس بس يا خسارة الفرحة ما كملتش اللي حصل بعدها إني اتعرفت على شاب أصغر مني بـ 8 سنين حكيت له كل تفاصيل حياتي بحلوها ومرها ده لو كان فيها حلوة أصلاً ومع الوقت بقى هو الحاجة الحلوة الوحيدة اللي في حياتي اتعلقت بي جد حبيته يا سالي حبيته وهو كمان حبني وفي عيز الليل كنت بادعي ربنا لو في خير يقدروا لي ولو في شر يبعدوا عني بعد طلقيه بسنة ونص قالي إنه كلم أهله علي بس هم رفضوا بشدة لإني مطلقة وأكبر منه في السن وهو لسه ما تجوزش ده غير إن أهله كانوا عايزينه يتجوز واحدة بعينها وكانوا مصممين عليها بس هو ما سمعش كلامهم وأصر إنه يتقدم لي ويتجوزني من غير موافقتهم وده مش حرم وأنا وفقت وفعلاً اتقدم لي وأهلي وافقه واتجوزنا ركزوا معي في الجملة دي وفعلاً اتقدم لي وأهلي وافقه واتجوزنا خلوا بالكم عايش أم عندها ولد وبنت وفي الوقت ده كان تقريباً سنها 35 36 سنة ويا دوب عدى بس على طلقها سنة ونص لما رحت تتجوز واحد أصغر منها بتامن سنين طب يا تارى حسبتيها صاح يا عيش ولما وضع كان شوية مشاعر كنتي محرومة منهم ويا تارى جوزك اللي تجوزتي من وراء أهله ده ما فكرتيش مثلاً طب مين هيبقى كبيره اللي هتلجئي له وترحيله عشان يحل مشاكلكم لو لا قدر الله حصرت مشاكل بينكم تعالوا نكمل بعد الجواز لاحظت إن في حاجة غريبة وكأن في سر مخبيه ومش عايزني أعرفه وبدأت أشك إن في حد في حياته أو يمكن متجوز بس ما كنتش عارفة أمسك أي دليل وكذا مرة كنت اكتشف إنه بيكلم ستاته وبنات بس كان بينكر مع كل مواجهة لحد ما اضطريت أسكت عشان ما فيش في إيدي دليل واستمر الوضع ده ست سنين أقولك على حاجة تانية عشان تساعديني أفكر وأخذ القرار الصح العلاقة الحميمة بيننا كانت ضعيفة جداً لدرجة إني كنت متأكدة إنه عنده ضعف ورديت بنصيبي خصوصاً بعد ما ربنا رزقني منه ببنتي عشق اللي أنا بكلمك بإسمها واللي عندها دلوقتي خمس سنين ومن ثلاث سنين اكتشفت علاقته بالست اللي كان بيقول إن أهله عايزينه يتجوزها والشكوك زادت جواي إنهم اتجوزها بالفعل خفت أتأكد لإني لو كنت أتأكد كنت وقتها هطلب الطلاق مفيش كلام واكتفيت إني أتكلم معاه وخلاص ولما اتكلمت كذب علي بحدوتها طويلة عريضة بلعتها خصبة عني زي كل الحواديث اللي قبلها وعشان يفرحني وقتها قال لي أنا هعرف أهلي إني اتجوزتك لإني طلبت منه الطلاق فخف يخسارني وفعلا عرف أهله وحصلت ما بينهم مشاكل كتيرة استمرت لمدة سنة وبعدها أقنعهم يجوا لي بيتي ويتعرفوا علي وحصل فعلا وكانوا مبسوطين جدا وأنا كمان كنت طايرة من السعادة وبعد سنتين جوزي مر بأزمة كبيرة في شغله واتحبس ستة شهور كانوا أسود أيام مرت عليها في حياته لكن إرادة ربنا غيرت فيه كتير زي ما بيقول واتغير وبقى إنسان جديد وبعد ما خرج من الحبس اعترف لي أنه كان متجوز قبل مني ستة ياها وقال أنه مكانش موافق بس مقدرش يزعل أهله واعترف لي كمان أن حبسه كان عدل من ربنا جزاء الظلم اللي ظلمهولي وظلمه لمراته الأولانية لأنه كان مخلف منها ولد ولما عرفت إنه تجوزني طلبت منه يطلقني فرفض وطلقها هي وقال لي إنه بعد ما طلقها اتجوزت وحرمته من ابنه اللي ربنا نزع حبه من قلب أبوه الخلاصة دلوقتي إن جوزي ندم واعترف بكل غلطة في حقه ندم على الكذب والخداع طول التمان سنين وبقاله فترة بيحاولي صالحي ويرضي نفسيتي لكن أنا ما زلت تعبانة قوي ومش عارف أنا كده طبيعية ولا مريضة نفسيا مش عارف أنسى إنه خدعني وكدب علي تمان سنين مش عارف أسامحه وأرجع أحبه زي زمان حساك غريبة عني مش عارف أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة عشق أو قصة عشق رسالة غريبة ما حيراني كل كلمة بتتحسب علينا وكل كلمة ممكن يعني يتكرم حده وتخلي مصيره أحلى يتضيعه وتخلي مصيره في حتة تانية خالص لأنه لازم ناخد بالنا وإحنا بنانصح وبتبقى ثقة كبيرة وبتسألنا بس السؤال طب هو عشق جانية ولا مجني عليها طب كانت صح إنها قررت إن هي تعود الحرمان اللي مرت بيه في تجربة جوازها الأولى مع جوز حست إن هو أناني وما حستش من ناحيته بأي حب ومشاعر أو بيدرب أو بيزلها أو أو طب كانت غلطانة لما خلت مشاعرها تسوقها وتتحكم فيها بدرجة نهاية جوزت بسرعة من غير ما تحسبها كويس بس ما هي برضو قعدة سنة ونص ما كانش بسرعة طب كانت غلطانة لما وافقت تتجوز واحد من وراء أهله طب هو كل واحد فينا متجوز أو كل واحد بيتفرج علينا أهله أو أهل الطرف التاني موافقين 100% عن جوازته طب دلوقتي بقى بعد ما عاشق اكتشفت إن جوزها كان ضحك عليها ومتجوز من وراها بس هو كان متجوز من قبلها فإيه؟ طب ينفع تسامحه؟ طب تكمل معا حياتها؟ تعتبر اللي حصل كان غلطة وعدته وزي ما بيقول ربنا عقبه وغيره؟ ولا غلطة عن غلطة بتفرق؟ فيه غلط بيعدي وغلط تاني ما ينفعش نسامح فيه؟ طب هو فعلا فاق وندم بعد ما تحبس وخرج من السجل؟ ولا دي ممكن تكون كتبة جديدة زي القصة الطويلة العريضة اللي هو بيعملها لكل مرة وفيه وراها مشكلة تانية وارد إن عاشق تكتشفها مع الأيام فيه حاجات كتير مستخبية لسه؟ طب هو عادي إن إحنا نسامح في حاجة زي دي؟ يعني أنتوا رأيكوا إيه؟ تسامح وتبدأ من جديد؟ ولا زي ما بيقولوا اللي كده بمرة يكدب عشرة؟ أسئلة كتيرة قوي، كتيرة قوي في قصة عيشنا وممكن نكون عيشنا منها حاجات من التفاصيل اللي هي قالتها بس إحنا دورنا إحنا نحاول نجاوب عليها